ليش لازم نصير عملاء الإيران؟ وليش لازم نصير عملاء التركية؟ وليش نصير عملاء للأمريكان أو للخليج أو لكان من يدفع؟ أنا اللي أدري به الظلم ما يندفع عليها فلوس يعني الظلم ما تنشره الظلم زلم وكيف إذا رجال وغم هاي الرجال ومده هاي الرجال اللي يقبض فلوس على تخريب وطنه لأنه الإيراني يخسر إذا صار الغاز والتركي يخسر إذا فعلنا البتروكيميويات والخليجي يخسر والأمريكي يخسر والبريطالي يخسر وانتظال مثل ذن الحبايم أمهات السيليكون يا هل يجي إتفالك تشتغلو هذا كلامي موجه إلى الذيول هذا البلد به شرفاء ولا دائما أقول لا والله الحكومة عندما تريد أن تبني سوي قانون استثمار نعم يجيب الشركات الأجنبية لكن بنفس الوقت يجب أن تكون بيئة شريعية وقانونية تجرم إلى حد أقصى العقوبات لكل شخص يعمل على ضرب أو ابتزاز أو محاولة طرد هذه الشركات لأن هذا عدو الحياة وقبله عدو الله شنو اللي بالبلد بالعراق الآن ما ممكن أن يتحول إلى ذهب شنو اللي ما موجود العراق كل ما يتقدم خطوة إلى الأمام يكون سيد الموقف في المنطقة من بين اليوم ابن حلال أو عد شيء من الشرف ما يقبل يرفع راس باتشر إذا القطاع الزراعي يقوم ينتج ويبيع لدول الجوار من اليوم ما يرغب باتشر مصانع البترو كيميويات تنتج ونصدر للعالم من بين ما يقبل باتشر المصافي في كل محافظة أكومصفة وهذا النفط بدل من صدره خام نسويه مشتقات نفطية وكلكم راح تاكلون ليش يزعلون الولد من الريد نطلع الغاز المصاحب اللي نخسر به مليارات الدولارات سنويا وبدل ما نروح نستورد وندب فلوسنا بره صيروا شجعان واطلعوا إذا القصة أكتضاء سياسي بين قوى تخشى من بعضها البعض فإلكم ميدانكم تسارعوا به أترك ميدان الخدمات وأترك ميدان من يتمكن أو لديه رؤية ولديه رغبة ولديه قدرة ومقدرة على أن يبني شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر